أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائنا المشاهدين والمتابعين معانا على القناة وكمان أهلا بكم أعزائنا المشاهدين اللي لسه بيشوفوا لقاتنا الأول مرة وبنقول للجميع أسعد الله منامكم إن شاء الله سبحانه وتعالى النهاردة مع بعض هتكلم معاكم عن تفسير رؤية جديدة من الرؤى في المنام وهي رؤية رقم من الأرقام في المنام وهو رقم 63 وأحب أوضع حاجة كده في الأول إن رقم 63 في الواقع هو عمر الرسول سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وكمان إن رقم 63 من الأرقام الفردية وزي ما احنا عارفين إن الله سبحانه وتعالى فرض واحد ويحب الوتر ونبدأ ونشوف مع بعض أول رؤية في المنام وهي إن أي حد شاف رؤية في المنام إن عمره كان داخل الرؤية 63 فالرؤية هنا هتكون دلالة له إنه في الواقع وصل لمرحلة التدين والعبادات الجيدة وهو في أفضل حالتها في الواقع وإن روحه تشبعت بالإيمان والتقوى وكمان برضو إن أي حد يشوف رؤية في المنام رقم 63 وشاف الرقم ماشي وهو ماشي وراء الرقم فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي إن إنسان بيتبع سنة لصول الله عليه أفضل الصلاة والسلام وهذا إن دل إنما يدل على إن الرأي ليه مكان عالي عند الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أدره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب برضو هنشوف مع بعض كده الرؤية دي وهي إن أي حد شاف رؤية في المنام إن حواليه ناس كتير يعرفهم في الواقع أو داخل الرؤية وملمومين حواليه وأول ما الرأي أظهر في إيده رقم 63 وهم شافوا الرقم في إيده ومشوا وتركوه وبعدوا عنه فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي إن في الواقع في ناس كتير أوي حواليه بيخدعوه في أمور كتير سواء بقى في الكلام أو المشاعر والأحاسيس وإنه في القريب ربنا سبحانه وتعالى هيكشف للرأي الناس المنافقين دي اللي حواليه وهيبعدهم عنه ويبعد عنه خدعهم ليه وكمان برضو هنقول إن أي حد شاف رؤية في المنام إنه كان في وسط ناس وشاف رقم 63 وأشعر بالاستحياء لما شاف رقم 63 فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي إن كان في الواقع عنده هموم فاقترب زوال الهموم اللي هو بيمر به في الواقع والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب وهنقول كمان إن أي حد يشوف رؤية في المنام إنه هو بيرتدي ملابس أو قميص عليه رقم 63 مكتوب أو شاف إنه هو واقف في طبور وكان دوره رقم 63 داخل الرؤية فهنا الرؤية هتكون دلالة للرأي على حب الله سبحانه وتعالى إليه وكمان برضو إن أي حد شاف رؤية في المنام رقم 63 وكان الرقم مكتوب باللون الأخضر فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي على الخير والرزق اللي جايين إليه في الطريق وكمان برضو هنقول إن أي حد يشوف رؤية في المنام رقم 63 فهتكون الرؤية هنا دي دلالة ليه على إن في أخبار سعيدة جاية إليه في الطريق والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم وتمام كده أشكركم لحسن استماعكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته